موسيقى رمضاننا انتلمنا في كل عام خلالا رمضاننا انتلمنا في كل عام خلالا قد نرتنا يا فوجنا بفضلك من المرام بفضلك من المرام يا أيها الشهر الجميل وافيت بالخير الجميل لما هدمت على الرحيل أورزت قلبنا السقام أورزت قلبنا السقام رمضاننا انتلمنا في كل عام خلالا رمضاننا انتلمنا في كل عام خلالا قد نرتنا يا فوجنا بفضلك من المرام بفضلك من المرام بكت الدناء لما مشيت توضع يا سعد صباحك ميسان صباح الخير سالي صباح الخير لعقلك وصباح الخير لعكل مشاهدي الإخبارية السورية يعني ان شاء الله هذا الشهر يكون مرأ خير وبركة ويعرب مقبول أكيد ودعائنا اليوم ووجه إلى السماء بأنه يعمل خير والسلام أرض سوريا المباركة حلقتنا خاصة ومميزة اليوم عم نطلع عليكم ضمن ساعة ونص من الوقت من كافي المكتب مع ضيوف من مجالات مختلفة وأسئلة وأستفسارات ومواضيع مهمة أكيد بتهمنا وبتهمكن بدي جدد التحية على ميسان صباحك ميسان صباحك عن جديد سالي وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية إن شاء الله هلنهار يحملكم كل الخير والسلام يعني نحنا بالعشر الأخير من شهر رمضان المباركة بليالي مباركة يمكن بواب السماء مفتوحة بهاي الأيام خلينك اللياتنا ندعي الله يفرج عن الناس كلها الله يفرج عن كل الأشخاص يلي منحبهم عن محيطنا ندعي كل الشغلات يلي نحنا محتاجين له هاي الليالي كتير طاقة إيجابية سالي وفيها كتير من الروحانية ليالي القدر صحيح فعلا هي ليالي جميلة وعن نشوف الإحياءات الموجودة بكل مكان بالجوامع والأماكن الدينية يعني إن شاء الله هيك يا رب يمرقه هالشهر بخير وسلام على كل مشاهدينا فقرات متنوعة معنا ولكن نشوف شو هي بعد هالفاصل موسيقى 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 يعني ميسان مثلك العادة عندنا معلومات جديدة بشهر رمضان المبارك بتقريرنا التالي معلومات كتير من حب نتعرف عليها خلال الشهر الفضيل اهم الفوائد الصحية لشهر رمضان فهل تعلم ان الصيام يعزز ازالة السمو من الجسم؟ وهل تعلم ان القلب يحصل بفترة الصيام على راحته اعلى من الايام العادية؟ وهل تعلم ايضا ان الصيام يحفز خسارة الوزن بسرعة ويعمل على منع تخزين الدهوم بالجسم؟ واخيرا هل تعلم ان الصيام يساعد على التغلب على مشكلات الادمان على النيكوتين والكافيين؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سعلي يعني رح نبدأ صباحنا لليوم بقرطنا الاولى من الجمعيات يلي بتختص بالشأن الطبي بثلاثين تموز العام الماضي تم اشهر الجمعية السورية للداء الزلاقي وهي جمعية ترعى مرضى الداء الزلاقي وهو مرض يصيب الجهاز الهضمي ويعرف بعدم تحمل لمادة الغلوتن في الجسم لحتى نتعرف على نشاطات الجمعية والتسهيلات التي تقدمها لكل الأشخاص المنتسبين إليها معنا سيد احلام الشعراني عضو مجلس إدارة في الجمعية سعد صباحك والسيد اثناء احمد الاحمد أمينة سر الجمعية سعد صباحكم اهلا وسهلا بكم رمضان كريم اهلا وسهلا بكم رح نبدأ معك مدام احلام لنحكي الداء الزلاقي هو اصبح كان يعني شوي ما كتير العالم هي متعرفة عليه بالمعنى الدقيق او التفصيلي طبعه هو بصيب كتير وهو شائع صغير ولكن يمكن التعريف فيه هو اساسي فنعرف ليش احدثته جمعية متل ما قلتي هلا مرض الداء الزلاقي ما كان مرض معروف عنه وكان قليل يعني يعتبر كان نادر حتى هلا هو كان مشهور اكتر شي باوروبا هو مرض يعني بسموله العرق الاوروبي بس يعني ما نعرف شو اللي صار وصار عنا هون فعلا اصابات كبيرة وبمختلف الاعمار يعني ما عاد يخص بس الاطفال نحنا كنا نسميه سوق انتصاص للاطفال بس هو اسمه العلمي الداء الزلاقي هلا صار يصيب الاطفال صار يصيب الشباب صار يصيب الكبار من العمر صارت الاعداد زيد بالنسبة للجمعيين احنا اول شي بلشنا متل ما نقولنا وات يعني كنا كم شخص تعرفنا على بعضنا بالصدفة ممكن مثلا احنا عم نجيب الغراض اللي بتخصنا هل الطعم اللي بتخصنا جمعنا كنا يعني نعاد على الاصابع يعني بعدين صرنا نكبر عملنا جروب على الواتس اول جروب تاني جروب خلص اول جروب سكر تاني جروب طبعا ما عارفنا من اصدقائنا حلو صارت العالم الدل على بعضها كذا صرنا ثلاث مجموعات على الواتس كاملين عملنا صفحة على الفيس عملنا على التليجرام بعدين انه نحنا فعلا عم نكتر كل يوم عم نكتر فنحنا لازم نساوي شي نساعد بعض فيه ويكون فعلا هو يعني دعم نفسي طبي متعاون تبادل خبرات نعم فنحنا هون فكرنا انه نساوي فعلا جمعية سورية للداء الزلاقي والحمد الله اخدنا الموافقة الاشهار 30 تموز 2020 وصار فعلا جمعية سورية للداء الزلاقي طبعا هاي الجمعية اكيد الى دور كتير كبير بالنسبة للعديد من الاهالي او الاشخاص اللي هنه فعلا محتاجين بيعرفوا اكتر معلومات عن الداء الزلاقي وايضا لحتى تقدموهم تسهيلات مدام سناء خلينا نعرف اكتر شو التسهيلات اللي ممكن انتو تقدموها للاشخاص اللي بينتسبوا للجمعية نحنا مبدئيا اول التسهيلات اللي اخدناها هي تسهيلات طبية فنحنا مثلا مريض الداء الزلاقي لما بيجي لعنا بينتسب للجمعية نحنا بنقدم له بيجي بينتسب نعمله بطاقة صحية البطاقة الصحية بتخوله انه هو يفوت على المخابر يعمل تحليل تقريبا بياخد عليها حسب ونحنا اكتر شي لما قدمنا التسهيلات الطبية كانت يعني ممكن المريض نحنا يشخص عن طريقنا المرض ممكن الخزعة ممكن تحليل الخزعة حتى نحنا المريض الداء الزلاقي كتير اعتنينا فيه حتى من ناحية المعالجات السلمية المعالجات الجلدية نحنا قلنا له انه ممكن يروحوا على المستوصفات حامل هاي البطاقة وهو يستفيد منها فالمريض الداء الزلاقي لما بينتسب لهي الجمعية هو عم ياخد كتير تسهيلات بكتير امور طبية يعني فيه حسومات طبية وموضوع التنظير الحاليات الي هن بيحتجوا con سمام والخزعة وحتى تحليل الخزعة نحنا هذا كتير مهم عمنا عنه يعني احنا عمنا عمنا موضوع تحليل الخزعة هو layer' اكتر بيكون بيكون بتققى حتى بي تسهل المحابر خاص بيشخيص المرض يعني هذا اكتر نقطة احنا بيشخيص المرض لان حتى الان حتى ممكن إزا ما تحلل يعني إذا ما تحلل او الخزعة إذا ما عمله التشخيص للخزعة وتحليل للخزعة ما عم يتشخص المرض صحيح بشكل صحيح يعني ما فينا نقول نحن انه المريض الزلاقي مجرد ما عدته عم تجعه مجرد تحسس من القلوتين اللي عم ياخده الا اذا هو عمل تنظير واخد خزعة وحلل هيا الخزعة تمام هو هذا اللي بستريم كان تحليل عدم التحمل او المضادات يعني الدم مو دائما هذا التحليل بثين دقيق نحن دائما بحاجة لخزعة وتحليل الخزعة تمام يعني ميثان يمكن عم نشوف بروشور مع مدامنا هذا البروشور تبع الجمعية السورية للداء الزلاقي نحن حتى بنوضح يعني نحن حتى بنوضح في انه شو هو التحليل اللي لازم وحتى نحن وصلنا عفكرة للتحليل الجيني التحليل الجيني هو اللي بي اذا اخذ الواحد عمل تحليل جيني فممكن يكون سلبي اذا سلبي خلصوا الحيات ومعت في عنده داء زلاقي اما اذا طلع ايجابي احتمال يعني احنا بنعرف انه التشخيص بيكون احيانا من الظغر احيانا ممكن هو كبير هو مجاني هو مكلف ولكن الجمعية تقريبا ثلاثة ربعه عم بتغطي ابدا فهو تحليل يعني معروف عنه هو التحليل الجيني اللي هو رمزه HLA-DQ2 HLA-DQ8 هذا الرمز الجيني مثلا اذا في حدا عنده داء زلاقي بيقدر يعمله لأولاده مثلا ليطهر عليهم هذا الصحر يعني احنا دائما عنا المريض داء زلاقي بيخاف أولاده يكونوا معاول انه فيه نسبة يعني فنحنا حتى ننفي هذا الموضوع ونحنا بنحس اغلب الاهالي اللي عنده داء زلاقي الابن معلش يروح يساوي انا كله لازم انا يروح يساوي هذا حتى انا احمي من هو وصغير لحتى لانه الطفل طالما هو مريض داء زلاقي يعني وما عم ننتبه عليه هو عم بياخد كل شي سيء بجسمه اذا صح صح رح ننتقل عند حضرتك مدام احلام يعني يمكن فيه آلية للانتساب حلينا نخبر كل الاشخاص اللي عم تابعونا اذا حبين ينتسبوا لها الجمعية شو هي كيف بيقدروا يدخلوا الى عنا نوعين الاعضاء بالنسبة لجمعية عنا عضو مستفيد لهو المريض الداء الزلاقي وهون في اي مريض بالداء الزلاقي في انتسم لعنا الجمعية المطلوب منه انه هي اوراق رسمية معروفة يعني صور شخصية وكذا بالاضافة وهذا اهم الشي اللي هو التشخيص تبعوه اللي عبارة عن تحليل الخزعة من التنظير هلا في كتير عنا منتسمين بيجوا بيقولوا اي نحنا مضيعين او نحنا مثلا نحنا تشخصنا على التحليل وكذا او في منهم بيجوا لعنا حتى انه نحنا قلونا معنا داء الزلاقي بس نحنا ما سوينا لا تحليل ولا خزعة فنحنا كجمعية منساعدون منوجهون ومنوجهون كمان على اماكن الحصومات اللي نحنا حصلنا لحصل فيها حصومات ان كان مخابر او ان كان الاطباء حتى مشكورين انا بدي عقب كمان على زميلتي نحنا عنا الاطباء الهضمية والاسماء الكبيرة بالبلد كل ياتهم ساعدونا يعني كل ياتهم بدون اي استثناء نحنا ما فيه ولا الطبيب توجهنالو كاختصاص هضمي وما كان داعم لجمعيتنا وكتير منهم قدموا حصومات عالية جدا ان كان موضوع التنظير وان كان بموضوع المعاينات حتى في منهم قدموها مجانية مشكورين جميعا فعلا ما خزلنا حدا منهم الحمد لله فنحنا هادول اللي بدون ينتسبوا للجمعية اذا ما عندهم التشخيص اللي بيأكد اصابتهم فنحنا منوجههم انه بحيث انه يحصلوا على هذا التشخيص وينتسبوا للجمعية ووقتا بيأخذوا هاي البطاء الخاصة البطاء الخاصة بالجمعية هلا في عنا العضو المؤازر اللي بيكون مانو مريض دا زلاقي لكن هو حابب انه يشاركوا هنه اغلبين هادول الاطباء اللي بينتسبوا معنا او المخابر او كذا تمام نحن ايضا بدوننا منتشكر هادول الاطباء اللي عن جد هو عمل انساني بحث ويمكن خلينا نقول الجمعية هي مو بس بتقدم خدمات مادية وايضا هي عائلة ممكن تخفف يعني خدمات نفسية من قدم نحن دعم نفسي اولا المرضى نحكي عنه شوي تمام نحنا عنا اكتر شي جمعية المريض الداء الزلاقي احيانا بيعاني من خجل يعني بيكون عنده انه خجلان لانه ما بيقدر ياكل مثل غير ما بيضيب حتى تمام انا ما باكل انا فاحنا اول شي ممكن يجي المريض الداء الزلاقي عالجمعية محبط يعني انه انا ما نعايش بهذا المجتمع بيعتبر حالي او بيعتبر حالي من زوي ولكن نحنا لما بيفوت نحنا بندعمه نفسيا انت عم تاخد حمية صحية يعني لحتى الشخص السليم انا بعتقد اذا هو يعني انه بيمشي بهي الحمية فهو بيكون مرتاح يعني انت عم تمشي عمية غزائية صحية للجهاز الهضمي تبعك فانا دائما بقل له انه انه انت لما بيفوت عالجمعية بيكون محبط فانا بنناقشه بنقدم له دعم نفسي له وممكن لما يكون عندي طفل انا داء زولاقي انا بقدم لأهله الدعم النفسي نحنا وصلنا لمرحلة انه احنا كنا بدنا نروح على المدارس يعني احنا بدنا نروح على المدرسة الطفل اللي موجود بين رفقاته هو مريض داء زولاقي فانا شو بساوي انا بروح كنا بدنا يعني انه كانت هاي قبل ما تجي جائحة فورونا قبل ما تعطي المدارس كنا نازلين على المدارس ونحنا حننصح للطلاب يعني فيها انه مثلا انا بقول لها التلميذ الصغير بيناتوا انه هرفيقون هذا مميز انه ما بياكل مثلكون فانا ما بعرض علي ياكل بسكوتة مثلكون انا بنصح المدرسة المدرسة هي ام هونيك يعني لانه انا بقول لها انه هذا انتبهي لهذا له حالة خاصة فانا لازم انتبه عليه هذا اللي نحنا قدمناه يعني طبعا انه هي الحمية الخاصة نسكرها لمشاهدين اللي ممكن ما بيعرفوا عندها زلاقي هنه انه ما بيقدروا يعكلوا القمح ومشتقاته ومادة الجلوتين الموجودة ببعض يعني هي العدد من الأطعمة اللي ما بيقدروا انه انه صحيح يعني بدخل بعدد كبير من الأطعمة القمح يعني شغلة فيها ملونات شغلة فيها مواطح حافظة كله هذا كتير سيء لمريض الزلاقي يعني هي حمية دقيقة جدا كتير ودائما مثل ما قلنا هي الوضع النفسي هو اللي صعب صحيح طيب كيف حم تسعو كمان أيضا لنشر الوعي حول هذا الموضوع يعني بالمدارس هي دعم رائع ولكن نشر الوعي حول ثقافة انه فيه أشخاص ما بيقدروا يعكلوا هاي المادة وعنجد هنه كثر صحيح بس يمكن ما كان كل المجتمع بيعرف فيه ولكن لأنه توفرت المواد وصار عنا بسوريا ولازم نسكن لأنه صار عنا بسوريا شركات خاصة مختصة بهذا الموضوع هي عم ترعى هذا الموضوع يعني عنا منتجات كتير كبيرة حتى كان فيه كفة جديدة مفاتح أنه بس لرعاية المرضى الحمية خاصة للغلوتن يعني فريغلوتن حتى حتى السكري يعني هذا الشيء أيضا يمكن هو نسبة وعي كبيرة لأنه 8 أشخاص بحاجة أنه يروحوا يعني ويقدروا نعيشوا حياة طبعية يعني بالنهاية يعني هذا المرض هو بس إنه الحمية أما الحمد لله نحن ما بناخد حب الدواء زيادة مع أنه نحن دوانة هو طريقة الطعام يعني أكل صحي طريقة الأكل هاي هي دوانة يعني هو إنسان طبيعي مجرد منتزم بالحمية إنسان طبيعي طيب ندقل شوي لنشاطاتكم بتعملوا مدعم أحلام نشاطات بالجمعية خبرين عن هاي النشاطات طبعا نحن عنا أساوينا قبل ندوات توعي فيه منا غزائي وفيه منا طبية هلا عنا خلال شهر رمضان مثل ما قالت زميلتي إنه كان عنا زيارة للمدارس وكان عنا إفطار مقدوبة إفطار بس للأسف المدارس تكرت والأهالي سافروا يعني بالعطلة الطويلة فالمقدوب يتأجلناها لوقت تاني إنسان هلا مثل ما حكينا شهر أيار هو شهر التوعي عن السيليات نحن بسوريا بـ 18 أيار عملنا اليوم التوعي عن السيليات فبهذا اليوم إن شاء الله إن شاء الله رح نحاول يكون في بازار خيري ليوم واحد وفي عنا مقدوبة طعام كمان بس رح تكون للأطفال السيليكيين والسكريين لأنه هدول المرضين المرضين متلازمين عند الأطفال يعني دائما طفل السكري على الأغلب بيكون معه داء زولاقي وداء الطفل داء زولاقي ممكن يكون معه سكري يعني مؤكيد فنحنا هنا عاملين هاي المقدوب لحتى يعني ينبسوا ينبسوا ويتعرفوا على بعض ويعرفوا أنه الاثنين عايشين حياة طبيعية بيحصنوا مع المرضين كمان يعيشوا حياة طبيعية لأنه مريضة سكري إذا الطفل إذا التزم بحمية البلوتين ممكن ممكن مؤكيد بمراقب دكتوره ممكن ما يحتاج لدواء سكري وممكن طبعا أنه يحتاج على حسب نوع السكري اللي عنده تماما مدام أحلام حتى الشيء خاص بالأطفال قديمهم أنتوا تجمعوا الأهل أيضا طبعا لطريقة أحيانا التعامل مع الطفل لأنه عم يواجهوا الأهالي بهذا الموضوع صعوبة جدا وخاصة الطفل ما بيعرف شو يعني حمية غذائية نحن أدمن بدو يأكل شيبس بدو يأكل كل شي فيه سكري فأدي الأهل أيضا عنصر مهم للتوعية نحن عملنا ندوة بمركز ثقافي بأبو نماني يعني نحن جبنا الأهالي وجبنا الأطفال معهم نحن كان في عنا جبنا أخصائي التغذية روعة التجار ونحن كمان جبنا المهندسة الغذائية وحكينا بهذا الموضوع قديش نحن كان عنا مهم أنه كل الأهالي تعرف شو أهمية هاي الحمية الغذائية شو أهمية أنه الطفل أنه تدعمي شو أهمية أنه لازم يلتزم به هاي الحمية الغذائية وما يخرج عنا ولو سنتي واحد نتل ما بنا يعني متمنى لكم فعلا شي بيكبر القلب أنه نحن نهتم بفئة معينة صغيرة بالمجتمع وندعمه بهذا الشكل الكبير ونتمنى أيضا أنه هاي الثقافة وهذا الوعي ينتشر بمجتمعنا وندعم أي شخص إن كان سكري إن كان سيلياكي أو إن كان أي شخص عنده أي حالة صحية يعني أنه يتخطاها بسهولة بسبب الأشخاص الداعمين حواليه شكرا لكم شكرا لكم نتمنى لكم كل التوفيق شكرا لكم شكرا لكم مدام أحنا محبا يتواجه رسالة هون عامل منبل الإخبارية داء الزلاقي بيتمنى أنه يتوجه للجمعية وينتسب لإلها لأنه راح يكون راح تكون جمعية بيته الثاني نحنا من أمن له الدعم الطبي الدعم النفسي التثقيف لإله للمجتمع الصغير اللي حواليه وللمجتمع الكبير كمعنا حواليه فأنا بدعو كل مريض بالداء الزلاقي أنه ينتسب معنا للجمعية إن شاء الله يا رب شكرا لوجودكم معنا وإن شاء الله الرسالة تكون وصلت عبر شاشتنا لصغيرة أما هلأ يا ميسان راح نروح للجزائر حلويات أكيد قصر الأمراء هو واحد من محلات سورية كثيرة أكيد بيرتادى الزبائن بشهر رمضان المبارك أكيد حلويات هي تحلاية شرقية مثل ما بيقولوا ومميزة أكيد راح نروح نتابع هذا الموضوع مع مراسلنا بالحسك بالجزائر بالجزائر علي ميلود بن علي ميلود بمرور السنوات والمواسم وجدت الحلوية الشامية مكانا لها في موائد الجزائريين محل حلويات قصر الأمراء واحد من محلات سورية كثيرة يقصدها الزبائن في شهر رمضان لضمان تحلية مشرقية خالصة في الصهارات العائلية حلويات سورية عليها أقبال بكل الأيام مشي بس برمضان بس برمضان يصير الأقبال مضاعف أكثر الشي علي أقبال الكنافة الكنافة هي أشهر شي هنا كل الناس تستقصي عليها تحبوهم من زمان يعني من وقت لجينا حلينا هنا من 8 سنوات تقريبا الحمد لله ما حد شك من أي مشكل فيهم كل الناس تحبهم وعليهم أقبال كتير وحاجة يعني مختلفة عن كل حلويات يعني تجي طعم جديد زوق جديد نكهة جديدة العسل قليل فيها يعني دخلنا صنف جديد على هالبلد لا يقتصر الإقبال المتزايد فقط على تنوع الحلوى السورية بقدر ما يلفت مذاقوها الرفيع اهتمام الجزائريين وإعجابهم لتكون من المحلية المفضلة إلى جانب الأطباق المحلية الحلوية السورية من أحلى الحلويات اللي نشبوها في الوطن العربي خاصة في نكهتها في ذوقها الرفيع من حيث نوعية تعلجودة تعلمواد مصنوعة به من جوز ولوز وعدة من المكونات لإستقبل عليها الشعب الجزائري خاصة في رمضان أصبحت الحلوية السورية من الحلويات الأساسية على مائدة الإفطار الجزائرية من أجود الحلويات على المائدة الجزائرية لإحتواء القيمة الغذائية والمكسارات ذلك ما يؤكد سر الارتباط الذي يجمع الشعبين الشقيقين في مثل هذه الظروف فالحلوة السورية تعكس جانبا من هذه الصلة الوجدانية الأثنية ليس سهلا استقطاب المستهلك الجزائرية نحو أطباق غير تلك التي تعود عليها محليا لكن الحلويات السورية دخلت قلوب العائلات لخصوصيتها وليس أدل على ذلك الانتشار الواسع لهذه المحلات لتكون منافسا قويا للمنتوج المحلي للإخبارية السورية منود بن علي صولي الجزائر الجزائر في كل البلدان العربية هذا الشيء كثير حلو وفعلا الأكل السوري أكل مميز حتى بأوروبا بتلاقي المطاعم السورية صارت على الفيسبوك تنتشر وكل العالم تقصدها أكيد ميسان وأكيد الحلويات السورية هي مشهورة مثل أمار إحنا وخاصة بالجزائر أنا خربط بين العزقين والجزائر كونه كله بالشهر بالحلويات معنا تواصل إحنا حلوياتنا لكل أرجاء العالم نعم أم هلأ رح نروح لفقرتنا اللي بتخص الشباب والشباب اللي بيعكس الحب اللي عم يرسخ قيام هذا الشهر الفضيل من خير وعطاء وكرام مع نشاطات فريق عمراء التطوعية اللي كان اللي حصة كبيرة بهذه الأعمال بشكل عام خلال السنة وبشكل خاص خلال شهر رمضان الكريم رح نتعرف على تفاصيل عمل فريق عمراء التطوعي مع المحامي محمد فطايري مشرف عام فريق عمراء يساعد صباحا صباحكم إن شاء الله صباح الخير للإخبارية السورية أهلا وميد سهلا فيك محمد يعني ضيفنا دائم حضرتك ويمكن نحن قبل شهر رمضان كان لنا وقفة خاصة لنحكي أنه أنتو عم بتحضروا لشي دائما لعمل الخير وكيف إذا كان هذا العمل بشهر فضيل وكريم خلينا نحكي يعني عن المبادرات مبادراتكم اللي كانت بهذا الشهر وأيضا لجأتوا للطعام نحن جاهد هذا الشهر يمكن وقت جاهد وشو كلهم سوا نحن نطلقنا بأول شهر رمضان بحملة الألف سلة تقريبا وزعنا سلة غزائية لأسر بدمشق وأرياف دمشق هي ضمن الداتا لفريع مره التطوعي لحد الآن مستمرين بهالحملة من يومين جاءنا أحد المتبرعين برع بمئة سلة غزائية بارح تم تحضيره إن شاء الله كلال يومين قبل العيد حيتم توزيعه لأسر برنكوس بالميدان وفي منطقتها لسلام ما تحددوا خلال شهر رمضان مبارك ظلينا بكل ساحة دمشق على وقت الأفطار على وقت المغرب بحملة مايوتمر 6 ثمريننا مثل ما قلت بفعالية أفطار صائم أفطار صائم قدرنا نوصل لـ 200 وجبة 180 وجبة عائلية الوجبة هي تكفي لخمس أشخاص بالإضافة إلى مرفقات هذه الوجبة طبعا هي كانت جاهزة بالوقت المكان كورونا والنظافة يعني كل دول العوامل اجتماعوا هي كمان كتجربة أولى اليوم كعمرها ما فينا نجرب كتجربة أولى كمطبخ ذاتي لا حبينا نخطي خطوة تجاه الأكل الجاهز إن شاء الله سنة جاية بركبكم بمطبخ إن شاء الله عم يكون يمكن في أشخاص دعامين للكون لحتى يمكن تسهموا بتوجيع هذا الأكل هل هنا هي مطاعم عم تتبرع لكم أو في أشخاص عم يتبرعوا لكم تبرعات أنتو عم تجيبوا الأكل هلأ بالنسبة للتبرعات هي تبرعات عينية يعني بوجبات جاهزة يعني بمالغ نقدية تحول لأحد المطابق هي عم تتعدون حتى الصبية اللي عم تطبخ إنها هي فاتحة مشروع صغير معتمدة على حالة تطبخها عندها بالبيت بتجهزون خبرها قبل فترة وجهة تحية تماماً وجهة تحية صراحة رغم إنه مشروع صغير كمان دعمتنا بكتير أمور هاي تحية لكل سيدة سورية عن جد قادرة لا تفتح مشروع صغير للحالة والدعم حالة يعني هدول الأشخاص قداش هم داعمين سالي ووقفوا مع العالم يعني كتير حلو إنه هي عاملة مشروعه بنفس الوقت ويمكن بيكون عندها عائلة عم تطبخ لعائلتها ولكن مخصصة وقتها يمكن هذا كمان أيضاً عمل تشكر عليه وتشكر عليه جميع النساء السوريات أكيد محمد فيه شغلات ممكن كنتكو عم بتواجهوها يعني صعوبات معينة ولكن جاوزتوها بفضل أهل الخير وبفضل الجهود المذولة تحكي لنا شوي عن بعض الصعوبات وكيف تجاوزتوها صراحة الصعوبة الأكبر كانت قبل رمضان كانت كان عنا مقابلة هنا بالإخبارية بعد ما طلعنا فورا كان عنا اجتماع بإدارة الفريق كانت مشكلة والهاب جهزة الأكبر من التبرعات معقول نحن نقدر نمشي أربع حملات سوا معقول يجي حجم التبرعات وخصوصا بأول شهر رمضان صراحة ما كان فيه لسه الدعم الكتير كبير بشهر رمضان عن جد هو مبارك كان فيه كتير بركة كان فيه كتير تبرعات كان فيه كتير ناس نزدي ساعتنا على الأرض صراحة استغربنا عن جد كفريق عمرها على حجم الدعم اللي اجاه على حجم المواد والوجبات اللي قدرنا نوصل للعالم الحمد لله يعني تمرو مي هي كانت مثل ما قلت انت ذكرت انكم عم تجولوا الشوارع خبرنا شوي عن هاي المبادرة قديش لقيت أصدق من العالم وقت واحد نتأخر على الأفطار لقى هيك شفت مي شربها حبت سمر صراحة بتحسي لما انت تحسي بهذا الحاجر بتحسي قدي اش أمية هذا العمل نحن خلال 25 يوم رمضان الماضي الى هلأ أنا منك ما فطرنا بمنازلنا بالوقت الأفطار يعطينا تمرة يعطينا مي يعطينا قطعة معمول لعن جد لانه احيانا نحن بنكون ناطرين الادان مناطر رسلة تشربين قطعة مي الفيدباك تبع العالم كان كتير كبير كتير عالم شيروا على صبحاتهم شخصية على صبحات وسهل تواصل اجتماعي عن انه شخص تطلع لي فجأة وانا كنت عطشان وراي على بيتي ووزع لي قديش نحن حلوة عن جد نشتغل هالشي تفاجأنا بنفس الوقت بعالم بيقاموا بمبادرات فردية من يومين كنا عند كازية زاهرة استغربنا بصبية عم توزع صندويت شاورمة اه لحقا افكرناها هي لجمعية معينة او لا انا حابة اشتغل شي لحالي وحبت نزل فطر العالم عدم خير تماما بكتير اشخاص عن جد اتفاجأ فيهم انه لأني الحال عم حاملين اناني موي مرة كنا بمنطقة يلدا عم نوزع وجبات فشباب صغيرة حاملين اناني موي وكاسات عم يفطروا العالم ضمن ساحة يلدا فكمان هي كمبادرة هي بتشجع الناس تاني بتشجع الاطفال بتشجع الشباب انه حتى ضمن حي انه انا ما ضروري اتقطر ضمن مؤسسة وجمعية او 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 انا ضمن حي قادر اعمل شي يعني واحد وقت بيشوف خير كمان سالي بتشجع على تقديم الخير يعني الناس بتشجع بعضها على هذا التكافل الجميل وهم منقول انه الخير لساتهم موجود بالسوريين بقلوب السوريين وقلوبهم على بعضهم يمكن واجهنا ازمات من الحروب اللي واجهتنا ومن الازمات الاقتصادية الصعبة كمان اللي ما عم نمر فيها لهلأ نتيجة الضغوطات الخارجية ولكن هيدا المبادرات الفردية وشبابنا اللي عم يشتغل ممكن يخفف هيك من عبق شوي كتير كبير بقلوب كتير يمكن بحاجة لان احنا اليوم نعطيهم ولا وتمرة مثل ما حكيت حكي لنا اكتر كيف هيك عم بتلاقي البسمة على وجوههم وشعور العطاء شعور السعادة اللي عم يمنحوكم ياه كمان انتوا عم تاخدوا شعور سعادة مو بك عم تطعتوا اكيد هذا الشعور السعادة اللي عم ناخده عم يكون حافز لانها لنستمر صراحة بشعور السعادة بالضبط او بالضحكة بتوصل لما عن جد وصلي صفرة ووجبة افطار لناس عن جد هي ما ادرة تحض كمان في احد الاسر نحن وزعنا لها وجبة افطار على عدة مرات خلال هذا الشهر باول فيدباك الى كانت واصلت معي قالتلي استاذ محمد انا حياتي ما كنت متخيل لطعمي ولادي وحطلون هيك صفرة فكان عن جد هذا حافز كثير انه هاي الشخص نفسه رجاء تواصل معنا انا حبب ابعث ولادي يساعدوكم نحن ما منقدر ندعمكم بمصاري لا انا حابب ينزلوا يساعدوكم بتجهيز الوجبات بمؤتمر باي فعالية فاثبتت عن جد انه الشخص ممكن ما عنده قدرة مالية ما عنده الوقت بس اي شخص فينا عنده حاجة بيقدر يشبعه مجرد ما اشبع عن جد هو بيقدر اشبع حاجات الناس باي باي طريقة ممكنة سريعا خلينا نعرف بحضرين شيء للعيد اكيد هنه عرف شو هن شو محضرين اول شي احنا اعددنا غرفة ضمن مكتب فريع مرها بمنطقة الحلبوني هي غرفة ملابس العيد تقريبا مصلنا ل300 قطعة تياب من بداية بعد ليلة القدر ان شاء الله عنا فعالية السعور اللي احنا بقدام جامعة الاموهي يوم الاحد ان شاء الله هنبدأ بتوزيع ملابس العيد ضمن مكتب فريع مرها تطوعي بالاضافة ان شاء الله هنكون بحديقة السبكية باول ايام العيد ان شاء الله هيك يا رب كل التوفيق للكون وان شاء الله الناس تدعمكم اكتر وبتعطوا خير وبتعكسوا هاي الحالة من التكافل الاجتماعي الجميل بالمجتمع السوري شكرا كتير لالاخبارية السورية دائما الاعلام هو المرأة لان العالم يشوفونه ويتعرفوا علينا سواء محتاجين او متبرعين شكرا للاخبارية عجد عم تقوم معنا بكل موطب شكرا كتير محمد يعطيكم الف عصي يعني هذا واجب علينا نحنا كآلام هو نقل الصورة كل واحد من دوره ومن مكانه مشكورين مشكورة جهود المبذولة تحية كتير كبيرة لكل العالم اللي عم بتساعدكم وخاصة بهذا الشهر وسلفان كل عام وانتوا بخير ان شاء الله شاء الله بحالة افضل محمد فطايري اهلا وسهلا فيك حالة بيكم سهلا هلأ رح نروح لأوين هلأ كمان حلوية يمكن نحنا بحارات دمشق القديمة بيستوقفك هذا المشهد انه بفيقك لمسحراتي فهلا بالحسكي بالحسكي تماما قصة لمسحراتي يا نايم وحر الدايم بتلك الكلمات مع نقر منظم ومعتاد على الطبلة الصغيرة التي يحملها محمد ويتجول في شوارع مدينة الحسكة ليقاضي النائمين لتناول السحوري والاستعداد لصلاة الفجر وقراءة القرآن انا جيت من حلب عرفت علي هناك عنا جواب حلب في مسحراتي بس سواء حبيت انا بالحسكة شفت منه ما في مسحراتي مشان هلشي انا طلعت انه اجوا انه ارجع الاجواب الحسكة رمضان هو السبب الرئيسي هو الاجر مشان مشان نصحر الناس وده ما تعرف انه بهالوقات هذا ما فيه جوامع تفيل الناس ومن ها السبب مشان ها السبب هذا قلت لك اي اول سنة لألي عرفت علي كيف ويقول محمد ابن مدينة حلب ان مهنة الامسحرات لم تكن موجودة بالحسكة خلال السنوات الماضية فاحبثت ان احييها كطقس جميل من طقوس شهر رمضان الكريم اضافة الى كسب الثواب والاجري من خلال ايقاظ الصائمين النائمين المسحراتي كان ايام زمان بالسبعينات يشيل بعيده عصابي ويضرب على البواب بشكل دام على بيت فلان وبيت فلان ومن بعدها اختفت الظاهرة هاي هسا بالوقت الحاضر عم ترجع نفس الظاهرة المسحراتي الظاهرة هاي الظاهرة القديمة الجديدة قديما كانت منتشرة بكل انحاء سوريا وبكل الحارات والازقة يتعهد شخص من كل حارة بمجيء للبيوت ووقت السحور ويفيق كل العالم باجراء وبصدقة الفترة الماضية اختفت لم نشعر بها ولم نشاهدها الان بهذا الشهر الفضيل شفنا البهجة وهالشي اللي افتقدناه الفترة الماضية كلياته فاحنا نتفاء الخير انه بعودة المسحراتي وعودة بشار الفضيل ان شاء الله يعم الأمن والأمان لسوريا وترجع سوريا كما كانت المسحراتي ادخل البهجة والسعادة في نقوس اهالي الحي واعدا بهم الذاكرة لثمانينيات القرن الماضي متمنين ان يعود الامن والأمان لسوريا مع عودة عادة الامسحراتي احمد الحمدوش لاخبارية السورية الحسكة سالي يعني اي حالة مردي عم تطلب الحذر واخذ يعني الحيطة وخصيصا بشهر رمضان الكثير من التساؤلات بدور للمرضى وخصيصا مرضى الغدة الدرقية دائما بيكون لون تساؤلات حول الصيام هل انه بيقدروا يصوموا خلال هالشهر الفضيل او لا واذا صاموا شو هي الشروط يلي لازم يتبعوا لحماية صحتهم وصحة جسمهم هالموضوع رح تجاوبنا عليه الدكتورة لما حديد اخصائر تغضد صموة سكاريسات صباحك دكتورة صباح الخير صباح النور اهلين صباحك دكتورة رمضان كريم يمكن دائما العالم ما بتسأل بتسأل بشارع احيانا بين بعضها بجلسات انه هل مريض الغذي قادر على الصيام بشكل متواصل او فيه يصوم ايام ويقطع ايام طبعا هدول الامور كلها للمرضى بتجاوبين عليها انت فخلينا نحكى عبا هلا هي نتيجة شيوع مشاكل الغذي الدرقية يعني عندنا كتير ما في حدا الا بيصادف سواء بيشغله سواء ببيته باقاربه انه في حدا مصاب بمشكلة بالغذي الدرقية فهي شائعة كتير هذا بخلي يقول انه هالموضوع لازم نركز عليه وخاصة مثل ما ذكرت حضرتكم انه بالامراض بشكل عام تستدعي انه المتابعة خلال شهر رمضان لانه في بعض الامراض قد تتفاقم قد يسوق وضعه اذا كان فيه صيام ولازم لا ما يسوم الشخص الغذي الدرقية المرضين الاساسيين اللي هنن كتير شائعين وكتير مهمين بالنسبة لمرضى الدرق هنن فرط نشاط الدرق او قصور الدرق فرط نشاط الدرق يعني يعني نحنا طبعا تحت كل جزء من هدول تحت كل بند عنا اسباب يعني في عندي فرط نشاط الدرق الناتج مثلا عن شيء من سميه دائقريف اللي هو بيكون فيه عندنا ضخامة بالغدة الدرقية بدون وجود عقد درقية مثلا فيه عندنا مثلا عقدة درقية وحيدة هي عم تفرز كتير وعم تعملي فرط نشاط بالغدة الدرقية فيه عندي فرط نشاط درق ناتج عن شيء دوائي انه مستخدم أدوية بشكل زائد قدت له لفرط نشاط بالغدة الدرقية وبالمقابل قصور الدرق كمان فيه له عدة اسباب فنحنا بدنا نناقش من ناحية الصيام كل حالة بيفرده يعني بالمطلق مريض فرط نشاط الدرق في حال كان هو عم يستخدم علاجه ودوائه منتظم ومتابع من قبل طبيب ومعالج سابقا واموره مضبوطة اكيد ما في شيء بيمنع انه يسوم طالما الطبيب شافه وقيم له وضعه ولقى انه وظائف الدرق طبيعية وقادر على الصيام هلأ شو هو اللي ممكن يمنعه انه يسوم لما يريد فرط نشاط الدرق يعني أنا في عندي زيادة بهرمونات الغدة الدرقية بيمنعه من الصيام هو انه كل ياتنا منعرف انه كتير منعرف في بعض مرضى فرط النشاط بيصير في عندهم فرط استثارة حركية زائدة حرق زائد لانه هالمادة بتفرزها الغدة الدرقية اللي بتكون زائدة عندهم اللي هي مادة التيروكسين بتأدي الى زيادة باستقلاب الجسم كله يعني كل أعضاء الجسم كل أجهزة الجسم فيها زيادة بيصير المريض مثلا حبه للطعام زائد وطعام وجوعه زائد بيصير بيجوع كتير كل هاتنا منعرف احنا فيه عندنا حوالي 16 ساعة الصيام هذا المريض قد لا يحتمل بقاء عدد هالساعات من الصيام بدون تناول الطعام هذا طبعا بيحمل عصبية هذا الشيء لكن بيأثر على كل شيء بجسمه فرط استثارة الجهاز العصبي بيصير متوتر جسمه بيصير الهضم عنده بيكون زائد فهو بتعرض لجوع زائد الخفقان قلبه في عنده زيادة بالخفقان في عنده توتر فهذا هو هالاستثارة الزايدة وفرطها الحركية وفرط الاستقلاب عم يمنعه من الصيام هذا في حال كان لم يعالج بعد او لساته ما وصل لمرحلة من سميها مرحلة السواء الدرقي لانه هي عم بيصار افرازه طبيعي وصار الهرمون ضمن الطبيعي بجسمه لانه علاج الدرق وفرط النشاط تحديدا هو علاج لفترة تطول يعني هذا المريض حتى بعد ما هو يوصل منراقب ومننزل الدواء بشكل تدريجي لحتى ما نقطع الدواء مباشرة وصير فيه نكس حالة الصيام اللي كلياتنا نعرف انه هي تعتبر حالة من حالات الشدة يعني هو فيه الجسم عم يتعرض لشي غير طبيعي عم يصير فيه عنده نقص بالوارد الغذائي نقص بالحريرات فهي شدة الشدة بحد ذاته تعرض مريض لفرط نشاط الدرق للشدة بيأدي الى انه ينكس المرض فهي حالة من الحالات اللي بده متابعة يعني مريض فرط نشاط الدرق راجع طبيبه والطبيب قيم وضعه وقال له لا بأس من الصيام بس خلال هالفترة هاي اي نكس اي زيادة بالاعراض اي مشكلة ظهرة اعراض زائدة لازم يخبر طبيبه وبنهاية شهر رمضان لازم يراجع طبيبه ليقيم وضعه خلال شهر رمضان شو صار فيه عندنا لانه مثل ما ذكرنا الصيام حالة شدة قد تؤثر على حالة الصيام هل احكينا عن بالنسبة لفرط نشاط الدرق خلينا نحكي على الحالة الاخرى اللي هي القصور قصور الدرق كمان مثل ما ذكرنا انه هو القصور فيه له كتير اسباب قد يكون بسبب استقصال الغدة الدرقية قد يكون بسبب خلقي شي مناعي يعني مثل ما نعرف فيه منسميه قصور درق مناعي انه فيه قضات تفرز تؤدي الى كسل بالغدة الدرقية وعدم عمل الغدة الدرقية بشكل جيد وما فيه افراز للهرمون الدرقي او احيانا شي دوائي بس صار فيه عندنا قصور درق صار عندنا العكس صار فيه عندنا نقص بالهرمون الدرقي صار فيه بطق صار فيه عدم حرق زايد وهي تتظاهر يعني كتير ببداني مثلا ممكن احيانا بوذمات ببطق ببرد زائد هدول الاشخاص ما فيه شي بيمنعون من الصيام لانهن بالعكس يعني بياخدوا دواهن وبيقدروا استقلابهن ناقص يعني ما لحيشعروا بالجوع كتير ما لحيطعبوا كتير الا اذا طبعا كان هالقصور هادا ناتج عم يستخد مهنن بالاساس ادوية لمشكلة مرضية تانية في عنده شي قلبي في عنده مشكلة مرضية اخرى فاذا قصور الدرق هنين من مرضى الاسهل بس مشكلتنا مع مرضى قصور الدرق بحب نوه امتى ياخدوا دوال غده نحنا من المعروف انه المشكلة الدوال الغده الدرقية اللي لقصور الدرق اللي هو الهرمون الدرقي تيروكسين يجب ان يؤخذ على معده فارغة وعالريء ففترة الصيام هو بده يكون يعني صام المريد جينا لفترة الافطار بحيقدر ياخد الدواء ويستنى نحنا بدنا يعني فترة الانتظار لازم تكون ما بين ثلاثة ارباع الساعة للساعة قبل ما يتناول الطعام بعد الدرق فلذلك منبه كل مريد هو قصور درق ويتناول الهرمون الدرقي زمن تناوله للدواء نحنا غالبا منقللون انه بعد الافطار وتناول الفواكه والحلويات وخلصنا من تناول الطعام حوالي الساعة 11 11 ونص بوقفوا تناول الطعام طبعا بيستمروا بتناول الماء ما في مشكلة مشاء ما يعطشوا كتير الماء سواء المحلات أو هيك شي لا الماء الماء كتير ضروري يظلوا مستمرين بتناولهم وعليش مشاء ما يعطشوا بالنهار حوالي ساعة 2 3 2 ونص ممكن يتناولوا حبة الغدة الدرقية اللي هي انه بيكون صنلهم بحدود ساعتين بدون طعام وبينتظروا ساعة ثلاثة ثلاثة وشوي بيتناولوا طعام السحور كتير مهم يعرفوا ساعتين قبل الحبة وساعة بعد الحبة ما لازم يتناولوا الطعام يمكن التقيض بمواعيد الدواهو كمان حالة بتساعد الشفاء وعلى تحسن الحالة وبيقدر يصوموا هو مرتاح يعني متل ما حكيت دكتورة كتير من مرضى الغدة بيعانوا من ارتفاع بحرارة جسمهم وايضا وقت الصيام هذا الشي بيسبب عندهم تعب زيادة فكيف يحافظوا على حرارة جسمهم شو الطرق اللي لازم يعملوا متل ما ذكرنا انه فرط نشاط الدرق بيصير فيه فرط استقلاب فبيصير فيه فرط استثارة وفرط حرارة ميل الجو البارد من الدايقوا من الشوب الزيادة يعني كله هاتنا من الدايق من الجو الحار بس هنن هدول اكتر بيكون فيه لانه عندهم تعرق شديد لانه عندهم تعرق عندهم فرط حرق زايا هدوله نحن بدنا نحاول انه هنن يكتروا من السوائل والماء تحديدا بعد فترة هده في حال هنن يعني تقيموا انه فيهن يصوموا صاموا فترة الصيام بعد الصيام لازم يتناولوا الماء بكميات كبيرة لانه بصير عندهم تعرق وفقد للسوائل كتير يتناولوا الماء بكميات كبيرة يحاولوا يتجنبوا الخروج بالجو الحار خلال فترة الصيام ويعدوا دائما باماكن مكيفة ومهوات ما يعدوا بمكان شوب الزيادة بالعكس يعني يحاولوا يحافظوا احرارة جسمهم ضمن الحرارة الطبيعية دكتور هل النظام الغذائي له دور ايضا عند مرضى الغدى الدرقية؟ المادة الاساسية اللي بتدخل بهرمونات الغدى الدرقية هي مادة اليود فاليود لازم يتوافر بطعامنا بالمقادير المحددة لحتى نقدر نحافظ على سواء درقي فالطعام هو يعني اذا مريض مشخص فرط نشاط درق او قصور درق هو بس يكون في عنا طعام متوازن طعام عم يحوي كمية اليود بالكمية المقررة يعني احنا يفترض ما ناخد لا يود بكمية زائدة ولا ناخد الشيء ناقص اليود اللي بصير بيساوينا بعض المشاكل بالغدة الدرقية وممكن يعمل ضخامة او حجم زائد للغدة الدرقية طبعا بيقدروا يلاقوا اليود هل ايضاق يضاف له اليود اكيد يعني نحنا الشيء اللي صار يودنت الملح كتير ريحت من ناحية الهرمونات الغدة الدرقية واستغنينا كتير عن انه نخبر المريض لازم تاخد يود اضافي او شيء في حال وجود ضخامة او سلعة درقية اليود نحنا منلاقيه كتير بالمأكلات البحرية يعني يفترض انه هيك يقال انه لازم كلاياتنا ناخد على الاقل بالاسبوع او كل عشر تيام شيء من المأكلات البحرية اللي بتحتوي اليود بس وجود الملح الميودان ساعد كتير على انه لا نحنا موجود اليود بالجرعة الكافية بالجرعة اللازمة ضمن غزائنا وما في داعي انه كمان كتير نبالغ او ندور كتير على مصدر اضافي لليود نعم هي كل شيء باعتدال لها دكتورة اكيد اكيد هو ممكن يحقق نتيجة كل شيء زايد لو بحاجة لقلو الجسم بيزيد وكل شيء ناقص بيزيد فهيو الاعتدال والشيء صح تماما خلينا نحكي ايضا دكتورة يعني يمكن حضرتك بخلال شهر رمضان المبارك بتشوفي حالات عديدة ممكن يلي بلشوا بيصوموا بالاوائل الشهر الفضيل استمروا وما تعبوا رغم انه هنين عندهم مشاكل تأدي للتعب في منهم هنين مستقرين ولكن عصيام تعبوا بهيدا الحالة في نصائح معينة او مثلا يلي عنده حالة معينة ومستمر فيها باستقرار بتخلي عليها يعني ما في داعي يوقف فيها نحنا بالناحية الامراض الغداد بيواجهنا غير مرضى الدرق في عنا مرضى البدانة في عنا مرضى النحافة الزايدة فمرضى البدانة انا لقيتهم من الناس اللي كتير ارتاحوا وكتير يعني تحسنت وضعيتهم وتحسن وضعهم على الصيام يعني صار في عندهم شيء حددوا وجباتهم حددوا طعامهم نوع الوجبات اللي صاروا ياخدوها كانت مفيدة الون وساعدهم هالشي على انه يلتزموا بنظام غذائي فكانوا كتير استفادوا من الصيام هدول مرضى البدانة تحديدا مرضى البدانة مرضى النحافة الزايدة واللي عندهم هن يعني بدون شيء مرضي فيه عندهم نقص وزن ووزن ناقص اكيد هدول بيتعبوا شوي لانه هن من الناس اللي بتحتاج لانه ياخدوا وجبات على فترات متقاربة وكميات زائدة من الطعام فهدول نحن اول ما منلاقي انه في اي اضطراب طبعا الاضطراب هو هلا هالتعب الخمول الوهن كلهاتنا ممكن نشعر فيه خلال الصيام ولكن التعب اللي بدو يؤدي لمشكلة مرضية بدو يصير في عنده المريض اضطراب بسكر الدم بدو يصير في عنده اضطراب بشوارده بصير ضغط العلامات الحيوية وهبوط الضغط او تسرع النبض طبعا هاي علامات توجب منع الصيام وايقاف الصيام لذلك دائما نحن كنا نقول انه اي مريض بيعاني من مشكلة صحية لازم انه هو يراجع طبيبه لحتى المريض الطبيب هو اللي يقيم انه الشخص هذا فيه تابع صيامه ولا لا انا ما فيني تابع الصيام ولازم انه يوقف الصيام يعني دكتورة معلومات كتير قيمة بثمنة الكل يستفيد منها يعني ما في مريض الا بحاجة فعلا انه هو يتابع مع طبيبه اي حالة مرضية هي بحاجة لمطابع الطبيب بخطاص يقدر يقدر ان كان هو بحاجة ان كان قادر على الصيام او غير قادر بما يتناسب مع حالته الصحية شكرا كتير لالك دكتورة للمعلومات اللي قدمت لنا بثمنة من الكل يأخذ بهي النصائح شكرا لكم شكرا للك دكتورة على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا ياها ونجلا يا رب يكونوا قدروا استفادوا منا نتمنى الصحة والسلامة لأجربيا وخاصة بخلال هذا الشهر الفضيل ويمكن بأيام العيد ان شاء الله يكون لنا وقفات تانية لنعصينا ان شاء الله شكرا ان شاء الله مهلا لو نراحين صار الوقت لننتقل لموجهز الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار والمستجدات على الساحة السياسية مع زميلتنا مشلين عازر يسعد صباحك يا مشلين صباح الخير تالي صباح الخير ميسان الموجز بعد الفاصل اهلا بكم تلقى الرئيس بشار الأسر رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نقلها فالح الفياد رئيس هيئة الحجر الشعبي تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعادين السياسي والأمني وجرى خلال اللقاء تبادل آراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها وأهمية استمرار التنسيق وتشاور السوري العراقي في مختلف المجالات والذي يشكل عمل قوة للبلدين والشعبين الشقيقين في مواجهة هذه التحديات وأحياء ليوم القدس العالمي انطلقت مسيرة في دمشق من مدخل سوق الحمدية باتجاه جامع الأموي ومعنى منه موفد الأخبارية نوار سقر مرحبا نوار نعم مشلين تحية لك تحية للمشاهدين الأجبارية السورية نعم تضعنا في سوق الحمدية في منطقة دمشق القديمة حيث يحيي السوريون والخلصطينيون يوم القدس العالمي من هنا من دمشق القديمة بيشلين يحيي السوريون والخلصطينيون يوم القدس العالمي طبعا هذه القضية الفلسطينية التي لم تغب يوما عن ضمير السوريين ووجدان الشعب العربي السوري وكل شرفاء العالم حقيقة في العالم طبعا هذا اليوم الذي خصص ليكون في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك للتضامن مع القدس للتضامن مع الشعب العربي في فلسطين المحتلة ضد ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي لأبناء شعبنا الفلسطيني من تهجير ومحاولة لتهويد القدس محاولة لمحو الإرث والأثر العربي من فلسطين المحتلة اليوم يتضامن الشعب السوري الذي لم تغب عنه القطية الفلسطينية يوما في هذا اليوم يوم القدس العالمي حشود غفيرة أتت من مختلف المناطق والمنظمات والجهات السياسية والحزبية في سوريا وعدد من المنظمات والفصائل الفلسطينية سنشري هنا عدد من اللقاءات يعطيك العافية اليوم رسالتكم من المشاركة في جاء هذا اليوم نحن نحيي هذا العام اليوم العالمي للقدس بهذه المناسبة نوجه رسالة أننا نقف إلى جانب أهلنا في الفلسطين المحتلة وتحديدا ما يجري في العاصمة الفلسطينية القدس من هبة جماهرية واسعة في مواجهة الاستيطان وخطعان المستوطنين الذين يرتكبون مزيد من المجازر بحق أبناء شعبنا نحن اليوم ومن دمشق الصمود نقول بأن الفلسطينيون وكل الشعوب العربية الحرة تقف إلى جانب أهلنا في فلسطين المحتلة إلى أن تتحرر القدس شكرا جزيلا فضلت الشيخ اليوم المشاركة أهمية المشاركة في هذا اليوم لتبقى القدس رمز لدى الأمة العربية والإسلامية وكل الشرفاء في العالم بالنسبة للمشاركة في هذا اليوم لأبناء الشعب الفلسطيني وأبناء سوريا وأبناء محور المقاومة من أجل أن نحفز أبناء الأمة العربية والإسلامية من أجل الاندفاع صفا واحدا لتحرير المسجد الأقصى وتحرير القدس وتحرير فلسطين من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وهذا ما هو إلا تعبير من أجل أن يفهم كل أبناء العالم أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى ولن يتخلى عن فلسطين مهما طال الزمن ومهما بعدت المشقة ومهما زادت المشقة فإننا سنبقى على المقاومة مع محور المقاومة سوريا وإيران والمقاومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية وكل أبناء الأحرار العالم في العالم سنبقى حتى نحرر فلسطين كاملة وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا وشكرا لكم نعم ميشلين يعني مهما حاولوا محو الأرث العربي ومهما حاولوا قتل الروح الوطنية والقومية لدى الشعوب العربية ولدى شرفاء العالم في الوقوف لدى جانب الشعب العربي الفلسطيني الذي يعاني من الممارسات الإرهابية لدى أو من جانب كيانة الاحتلال الإسرائي لن يستطيعوا وكما يقال كل ليمونة ستنجب طفلا ومحال أن ينتهي الليمون بهمة هذه الشعوب وبهمة هذه المشاركة وبهمة وبأهمية أيضا يوم القدس العالمي نعم ميشلين إليكي سنكون معكم بطبيعة الحال بالصوت والصورة في رسائل أخرى لمواكبة إحياء هذا اليوم من دمشق نوارسقر موفد الإخبارية السورية إلى مدخل سوق الحميدية حيث مسيرة شعبية لإحياء اليوم القدس شكرا جزيلا على هذه المعلومات أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحم أن المحكمة طلقت ستة طلبات تظلم من المرشحين الذين رفضت المحكمة طلبات ترشحين لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية أضخ اللحم أن المحكمة الدستورية العليا تسلمت خلال مدة تقديم طلبات التظلم للمترشحين في انتخابات رئيس الجمهورية المحددة بثلاثة أيام ستة طلبات تظلم مؤكدا أن الهيئة العامة المحكمة سوف تجتمع تبت بهذه التظلمات في المواعد والمهان القانونية المحددة جدد مندوب السوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صبا خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو جدد التأكيد على أن سوريا لم تستخدم أسلحة كيميائية على الإطلاق إذنتها لاستخدام هذه الأسلحة من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان مشاددا على أن القرار العدائي الذي تم تمريره ضد سوريا في مؤتمر منظمة الحظر يوثل أنموذجا سيئا عن تعامل المنظمة مع الدول الأطراف فيها ورضوخها لنفوذ دول غربية ترى فيها أداة لخدمة أجندتها السياسية أصيب عدد من الفلسطينيين معتقل آخر مساء الخميس جراء اعتداء قوة الاحتلال الإسرائيلي عليهم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة ذكرت وكالة وفا أن قوة الاحتلال اقتحمت حي الشيخ جراح واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عددا منهم بحالات اختناق واعتقال آخرين نهاية الموجز إلى اللقاء عودة إليكي ميسان شكرا لك زميلتنا مشلين عازر مكافين أنا وميسان بباقي فقرات صباحنا لليوم وين وصلنا؟ نحن نروح إلى خبز رمضان هي المعروك مشهور بكل المناطق بسوريا وأيضا باللهدي له حصة كتير خاصة ونكهة مميزة نحن نتعرف على خبز رمضان مع زميلتنا عولا ناصر خبز رمضان هذه الخصوصي بقى رمضان ما بتنجد رمضان رمضان كرهيم أجواء رمضان مثل ما أنت شايف خبز رمضان هذا شغلنا نحن كل سنة هذه المهنة مهنتنا صرنا شي بالمهنة شي 30 سنة مثل ما شايف جو وسط ليبة هلأ السبعد شوي بتبلش الحركة أكتر الناس تعجوا بترقض العالم على خبز رمضان وهلأ بتبلش الزحمة هون وعالفرن وعالعرق سوس وعالتمر الهندي والقصص شوفت عينا وكل عام ونتم بخير يا رب موسيقى 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 ميثان مفهوم التنمر هو مصطلح خليا نقول أو مفهوم انتشر كتير بالقاوين الأخيرة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي قدر يدخل على البيوت من خلال طبعا الانترنت أيضا من خلال كتير مشاهد عم نمر فيها كيف اذا كان التنمر وصل لأطفالنا وولادنا آثار سلبية جدا عم نلاحظها من خلال أيضا التعامل ممكن يكون التنمر هو حالة نقل من المدرسة لخارج المدرسة معلل البيت أو من البيت للمدرسة ضمن الأقران يعني أكيد هدول التفاصيل وأسئلة كتيرة نحن ممكن نسألها أو المشاهدين هل يسألوا عنها حجاوبنا لها الاخصائية الاجتماعية والتربوية يرولا بريمو سهل صباحك هلا وسهلا فيك سهل صباحك هلا وسهلا فيكم نعم رولا يا ترى السؤال هل هو التنمر خرج من بيوتنا أمدخل على بيوتنا ضغري هيك نبدأ يعني التنمر هو مثل ما حكيت يا حضرتك سلوك عدائي بيمارسل أقوى على الأضعف هلا خرج بالحقيقة أنا برأيي من بيوتنا لأنه لطفل أول دائرة هو بيعيش فيها هي البيت فالتنمر يعني نحن في كتير تصرفات بحياتنا ما كنا نقول أنه عنوانا التنمر بس الآن صدنا نعرف أنه هي شكل من أشكال التنمر فنحن بالبيت وقت الكبير بيمارس سلطته على الطفل بطريقة خاطئة بتكون هي سيطرة أو ممارسة التنمر من الأقوى على الأضعف فهذا الضعيف يتمارس عليه التنمر داخل الأسرة وقت يطلع لبرة ويصير على احتكاك مع أي شخص أضعف منه فهو رح يمارس نفس الممارسة عليه إذن الفكرة أنه الأقوى على الأضعف فكل شخص تمارس عليه التنمر وقت بيقابل أي حدا أضعف منه فهو رح يمارس عليه التنمر تنتقل هي الحالة أكيد والتنمر هو يعني له أشكال كتيرة فيه تنمر جسدي فيه لفظي يعني فيه شغلات نحن منسميها المزح بالحقيقة المزح كتير من الأحيان هو نوع من أنواع التنمر لأنه المزح غالبا بيضحك الشخص يلي هو عم بيمزح وبيقذي الآخر وبيقذي الشخص اللي عم يتمارس عليه المزح هلا ممكن يكون مضحك للأشخاص المحيطين بس هو الشخص يلي ينمزح معه نعم هو شكل من أشكال التنمر لاحظوا أنه هو بعدين رح يعمل نفس الشي اللي نعمل معه مع حدا تاني لذلك هي دائرة مغلقة عم ندور فيها المزح هو نوع من أنواع التنمر وفيه كتير شغلات يعني فيه أشكال كتير بحياتنا نحن ما لنا عرفان هنا أنه فعلا هي تنمر مدام رأي يعني أيضا يمكن حطت إدم ميثان مدام على الوجع أحيانا المزح مؤذي المزح اللي جدي طبعا ويكون يعني ما بين المزح والجد تشتفي القلوب يعني تحت هذا الشعار وتحت هذا البند ويمكن الأطفال خلينا نقص بما أنه نحنا موضوعنا عن الأطفال أنه أي كنت عم بمزح معه هو درب رفيقه وهو أسبه تحت شعار المزح قبيش لازم حتى الأهالي هون ينتبهوا لهذه الفكرة حتى بالبيت ما يمزحوا مع بعض الدول تمام تمام يعني هلا نحنا حتى الكبير في عنوان كتير مهم أنه نحنا بدي نعامل الطفل ككبير يعني نحنا دائما من عامله كشخص ما بيفهم هو كتير بيفهم الطفل وكتير بيدرك وكتير بيخزان بعدين بتطلع معه هالتصرفات ما حدا أضعف منه لأنه ما رح يقدر يمزح مع أبوه بس بروح بيمزح مع شخص تاني فنحنا بدي ننتبه على تصرفاتنا لأنه هي عم تعطي أثار سلبية كتير كبيرة لبعدين نعم اتفضلوا لا نعم نكمل يعني ما بريفك رجعت ضاعة الفكرة يعني 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 عثار سلبية يمكن كتير عثار سلبية لأنه هو الشخص يعني الشي اللي عم بيتمارس عليه عن جد أنه ضاعة الفكرة طيب رح نسأل سؤال أنه يمكن بيسألوا الأهل اللي عندهم طفل متنمر بيقولوا يا ترى ليش أنا ابني نزعوجين منه الآخرين ليش أنا طفلي متنمر ليش ابن الجيران متضايق من ابني ليش الرفقاتي أو العنسة بالمدرسة عم تقلي تعيشوا فيه ابنك طفل متنمر عم يزعج الآخرين شو السبب؟ السبب إنه نحنا رجعنا لفكرة إنه الأهل بيفكروا الإبن ما له منتباه هلا مثلا كتير أحيانا بيصبحية للأم مع أختها مع جارتها مع أي حدا ممكن يكونوا عم بيتناولوا حدا بيحديثهم بطريقة فيها تنمر الطفل سمعان القصة وعم يكتسب هذا الشي وهو مين الأيدل تبعه؟ مين النموذج تبعه؟ أبو أمه؟ أبو أمه فهو وقت اللي بده يشوف بده يعجب بأمه بالطريقة اللي عم تحكي فيها وبالسلطة اللي هي فيها عجبته الفكرة عجبته كتير الفكرة فهو رح يروح يعمل هالشي وهو فخور بنفسه يعني وقت بتجي الأم بتقول منين جايب هالأفكار ابني؟ مدام مو جايبة من حدا غريب هو عم بعيش منك فالفكرة إنه نحنا نتعامل بقى من هلأ ورايح باحترام كتير مع أبنا لفكره يعني نحنا لازم نؤمن إنه الطفل مانه كائن غير واعي هو كائن جاهل لأنه لسه ما تعلم على حياتنا ما تعلم نمازجنا بس هو ما عم بتعلم بس من الكلام اللي نحنا عم نوجه له ياه هو عم يتعلم من كل شي عم بيشوفه حواليه من المشاهدات من التصرفات يعني وقت اللي الإخوات الكبار مع بعضهم بيمزحوا اللي صغير عم بيشوف فمن المشاهدات اللي عم بيشوفها هو اللي عم بيطلع فيها برات البنت فنحنا البيت يلي بدنا نبدأ نشتغل فيه بطريقة كتير واعية لحتى يطلع الطفل واثق من نفسه يعني هلأ إذا انتقلنا لفكرة تانية من التنمر إنه كيف أنا بدي أحمي ابني من التنمر يعني أنا تعرضت من أسبوع إنه أهل عم يشكوا فيه رفيقه عم بيقله هيك لأبني وأنا زعلت كتير وأنا ما بدي ابني إنه يسيق لغيره نحن ما عم نطلب من الولد يسيق لغيره على مبدأ اللي بيضربك ضربه بس هو لازم يكون متسلح بثقة بنفسه يقدر يواجه هادة الأمور اللي عم يعيشه برات طب كيف شو الأعالية؟ تمام هلأ مثل المثال الكتير بسيط لحتى الأهل يقتنعوا معنا وقت بيقلولك وراء كل رجل عظيم امرأة الرجل اللي بيطلع من بيته كتير رايق وكتير هادي ومطمم باله يعني بكل الأمور ونفس الشي المرأة على كل حال وقت بتسكري باب بيتك وحضرتك كتير مرتاحة وكتير مطممة فيك تبدعي برات البيت والطفل وقت بيطلع من البيت كتير متسلح بثقة بنفسه وبيقدرة على مواجهة هذا المجتمع هو بيقدر يواجه ساعته التنمر بس بينما وقت نحن بالبيت نحن انت بتفهم خلص انت ما بتفهم خلص عود هذا الصريخ اللي منصرخه هذا أكبر وأسوأ سلاح من مارسه مع ولادنا في شيء في عفن الضبع تعرفوا الضبع الضبع شو السلاح تبعه الضبع بيفنجر عيونه بيفريسته وبيضبطه مزبوط نحن الصريخ اللي منصرخه بأطفالنا هو تماما هذا الضبع ومنطبعه هذا الضبع ما بينتهي بيكونوا الأحيان مبسوطين فيه انه ضبعناه مدام هذا الضبع ما بينتهي بالمشهد اللي صار بالبيت هذا عمل هشاشة بشخصية الطفل هو صار ضعيف هو وقت بيطلع من بيته وقت بيتسكر باب البيت ما عاد جاهز بثقة ما عاد جاهز بقوة فهو أي حدا ممكن انه يرفع صوته فيه هو رح يكنه متل ما كنه استكام بالبيت فنحن بالبيت لا نحن بده نحاور ابنك كبير ودرجة صوتنا ما بده ترتفع ليش هو شو بيقليك أنا بدي ابني يطلع رجال أنا بدي ابني يطلع قوي وقت اللي ابنك بده يطلع قوي ما رح يتعلم من صوتك العالي صوتك العالي رح يكننه ورح يضبطه بينما وقت بتحكي معه بحوار بصير هو عنده أساس نفسي قوي ليطلع من البيت في الواجه العالي يعني نقطة كتير مهمتكاتية عن جدا أنا يعني بحب أحكي معها لك أو امرأة صاروا بعمر كبير أنا ما فيني يغير فيهم شي انتهى الموضوع أنا بزعل بقلهم كن دائما لطلابي بزعل منكم إذا الشي اللي تمارس عليكم رح تعملوه مع ولادكم وهلأ بتابعهم أوه هي هي ما بتحب العلمي لا تدخل علمي تدخل أدبي هي لأنه خلاص يعني ما بقى في تحمل الوضع اللي لسه نظل ماشين على نفس الوثيرة يعني يعني منفهم كتير شي مهم فعلا أنه ممارسات الأهل أو حتى أحيانا ممارسات المدرسة أو ممارسات المحيط في العائلة العائلة الأكبر كلها هاي تنعكس بشكل إيجابي أوسل على الطفل فنحنا لازم نحمي أولادنا من أنه هن يتعرضوا للتنمر وأيضا نمنعهم كيف نحنا نمنعهم يعني إذا أحيانا الأهل ممكن يكون في حالة أنه شافوا عندهم أنه ابنهم متنمر بدهم يردعوا هن مدائين مجوز عم يتنمر على أخو مجوز عم يتنمر على أخته طب كيف بيقدروا يردعوا الأهل بهاي الحالة شو هي الطريقة الحوار يلي لازم يصير بين الطفل والأم يمكن تمام هلا حدثتك أخذتيني لما كان تاني يعني تنمر الأخ على أخوه كمان بتكون البداية من عند الأهل إنه الكبير ماما طعمي أخوك ماما جب له هالشغلة لأخوك آخر شي أنا ما جبت وإنتوا جبتوا الولد وأنا بدي ربيه مظبوط ولا لا يعني معاملة الأخوات مع بعضهم معاملة الند نحن بنعطي سيطرة للكبير عمله لأخوك ساوي لأخوك هذا صغير هذا بيقوم بيصفي لصغير صار خلص اتكالي بشكل فظيء والكبير حس حاله إنه أنا وين شكلته بخصري هذا شو اللي علاقة فيه فنحن بدنا نعامل بالمساواة لصغير مع الكبير اتنيناتهم دون يأكلوا سوا اتنيناتهم دون يضبوا الأكل سوا اتنيناتهم دون يضبوا غرفتهم سوا هذا العدل والمساواة بالتعامل مع الأخوات ما بتعطي فرصة للكبير إنه يتنمر على صغير هذا عدم العدل هو اللي بيدفعها طبعا لحتى نرجع للشرح شوي هي نقطة ضعف يعني فيه فيلسوف فرنسي حضرتك هذا فرنسي قال طريق خاطئ المشاعر وقت اللي بتنكبت بتنكبت بطل بتمشي هي مكبوتة وقت تلاقي أول نقطة ضعف بتطلع فلذلك هو اللي بيتنمر هو عنده مشاعر سلبية مكبوتة عم يدور على شخص أضعف منه لحتى يطلع هل هو شخص قوي أو هو شخص ضعيف لأ غالبا هو شخص ضعيف لأنه هو عم يدور على حدا أضعف منه هلأ هون ما فين يقول ضعيف بالمطلق فيه مقارنة يعني يلي عم بيمارس التنمر بهاللحظة هو عنده إحساس بالقوة بس هو بقبل شويك هو كان ضعيف مقارنة بشخص أقوى عرفت لذلك ما منقول شخص قوي وشخص ضعيف منقول أقوى وأضعف لأنه دايما عم بتكون المقارنة بين شخص ومع شخص ثاني أنا ممكن أكون ضعيفة مع شخص وقوية مع شخص ثاني يعني ما في حالة من الاستقرار النفسي لا هي حالة مرضية يعني هلأ أنا ما عم بدخل كتير بتفاصيل لأم القبيب نفسي أقدر عن حديث خلينا نتقل فيسبوك يعني عم نشوف مثلا تنمر يعني ممكن صبية يعني غروبات كتير عم نشوف بالغروبات كتير طيب إنه إذا ما عجبتكن ما في داعي إنه تنتقدو وأحيانا بتكون عن جد هي كاملة ما في شي مجرد ما أنهن هنين يصبوا غضبون علي إحساس بالنقص تماما إحساس بالنقص هلأ نحنا كل مشكلتنا لازم تبدأ من ثقة الطفل بنفسه بالبيت من قوة شخصيته وثقته بنفسه هلأ أنا برأي ببعد خبرة عمر ما في شي اسمه حدا شايف حاله ما في حدا شايف حاله في حدا شايف حاله أقل من التاني فعم بيشوفه إنه شايف حاله عليه يعني في مبدأ عالمي ايه طبعا طبعا هلأ مثلا انت طلعي فيني بتقليلي انسي كتير مثلا لأنه فرد كتير شايف حالك لا أنا هيك بس حضرتك أو عفوا حدا شايفني أعلى عم يطلع فيني من تحت صحيح فشافني إنه أنا شايف حالي عرفتي كيف ما في هلأ نحنا ما منقول للولد إنه أنت مثلا حلو لحتى ما يصاب بالغرور ما في شي اسمه غرور بالبيت ابنك بده يطلع بالبيت واثق من نفسه متصالح مع شكله لذلك وقت اللي بيختار تيابه تركي يختار ما تفرضي عليه اللبس يلي هو ما نو مقتنع فيه وميطلع من البيت هو مخجول بحاله يعني أضعف الإيمان شكل شعره نحنا منتخانه على شكل الشعر الولد بيعمل شعره محلو بس هو متصالح مع هذا الشكل تركي يطلع من البيت وهو متصالح مع شكله لحتى يقدر لواجه الناس صح نعمل إسقاطات على حالنا إذا طالع من البيت ومالك مقتنع باللبس اللي لابستي رح تطلع كل الوقت متوترع وطفل نفس الشي خليه يطلع من البيت وهو واثق بقدراته عرفان إنه هو متصالح مع شكله متصالح مع الحكي اللي بده يحكيه قادر إنه المجتمع يسمعه اسمعوا بلادكم بالبيت وقت بيحكوا لا تسكتوهم نحنا وقت بيفوت طفل ما حدا بيوقف له بس الطفل هو أبدا شخص إنك توقفي له لحتى تعلميه إنه هو يوقف للعالم نحنا بيفوت طفل من ده عدي عدي لا تقومي ومين اللي بيقولها الأم الأم اللي عم تظهر بابنا لا التركية تقوم روحي أعملي قهوة تمام تركية تقوم وتوقف المراهقة اللي عمرها 12 سنة اللي هي فايتة وخجلانة حواج بعراض وما لم ساويتهم لسه في شي كتير بشكلها مراهقة كتير صعب هذا العمر بتفوت لتسلم عدي عدي قومي ساوي لنا قهوة خلص ليش لا أنا بدي تكبر بنتي أو تركينا لحالنا أو ما بتخليها حتى تعطيها مساحة لتتعرف على المجتمع الآخر اللي هو خارج نطاقة الأصدقاء تبعوتهم يعني فاتت بنتي أهلين ماما برفع راسي فيها بفتخر فيها لحتى هي تدخل بثقة تسلم على العالم نحنا بالحقيقة كأهل نحنا سبب كل المشاكل دائما بقول الله ما حدا يزعل مني نحنا سبب كل المشاكل دائما بقول الله كبروا ابنكم خلي ثقته بنفسه كبيرة حسسوه انه هو شغلة مهمة انت انت بضي يطلع معاك ايه بكرا مشوف اذا خلص ما بقى يطلع معاهم شي بس وللأسف سالي يعني انه حتى يدع الوجع منها هاي الشغلات نحنا عشناها يعني عشناها فعلا يعني مع أهلنا عشناها مع أهلنا وانا بزعل منكم انتو كجيل بس بتلاقينا للأسف باللاوعي منعمل تصرفات من هاي التصرفات ما بقى بدي لاوعي ما بقى بدي لاوعي طالما انه صار في عندي وسائل اني انا اعرف انه هدول التصرفات غلط ما بقى بدي شي باللاوعي بدي شي كله بالوعي يمكن مرحلة النضوج ميسان احيانا تخرج فيها عن تربيتك اكيد مول تربيتك فيها شوية سلبيات صحيح الادما الادما كلاسيكية يعني طبع انه ابوك جاي من الشغل ما بدي اسمع نفسك طب انه يعني شوية انه بدي ينام البابا بدي ينام ايه او دونت القيلولة هلا لا لا انتبهو 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 في شي اسمه احترام للكبير تماما ومعلش في قيلولة بابا لازم انا وطي صوتك بس بالمقابل وقت ابني بدي ينام او وقت يعمل شي انا بدي يحترمه كما يعني هي الفكرة انه متبادل لا انا ما بابل انه الاب نايم والولد عم بيصرخ وما عنده احترام اكيد ولا لامه نفس الشي بس بالمقابل تماما يعني الاحترام ما بينفرد بينعاش يعني انا بدي يعيش الاحترام مع اولادي لحتى هن يكتسبوه يصير جزء من نفسهم يعني مثل عفوا انا رح اقول شغلة بسيطة اذا اجا حدا مثلا ناطور البناية مع كامل احترامي او عامل التنظيفات وهذا انا عم بعطيه شغلة بدي يعطيها كتير باحتراع لانه انا بحترمه لانسانيته فبالمقابل انا ابني رح يقلدني عرفتي كيف فهو احترام الانسانية لا ما له علاقة بس انا احترام الطفل واحترامه لشخصيته واستقلاليته ومشاعره وافكاره هي اللي بتخليه يقوى ويطلع من البيت جاهز انه يواجه التنمر هلا رح اعطيكم مثال انه نحنا وقت بيجي اجنبي ليحكي عربي اذا خربط بكلمة شو منعمل منخشى من الضحك بيوم هو بيبطل انه يحكي وبيعرف انه شو صار الجر بيروحي على دولة حضارية وخربطي ضغري بيصلحولك بدون ما يحسسوا بدون ما يبتسموا حتى عرفتي كيف فهو ما بيعود عندك خوف من انك تحكي هذا شكل من اشكال التنمر اللي احنا ما منعرفه انه منخشى من الضحك على الشخص الثاني اللي حكى كلمة غلا بس يقع بالشارع بس يقع بالشارع بس يقع بالشارع يعني بالنسبة نحي النصائح مدام رولا تكون وصلت لكل الاهالي فعلا حتى نحافظ على اولادنا نعزز ثقتهم بنفسهم نحميهم من التنمر وايضا ما نسمح لهم بانه يتنمروا على الاشخاص المحيطين فيهم شكرا كتير لألك كل المعلومات اللي قدمت الله اهلا وسهلا فيكم شكرا لألك مدام رولا وان شاء الله يا رب هدول اللي حكيتين هيك يقدروا يوم كانت مشتتة شوي اللي يعني نحنا دائما منتمنى من خلال فقرات صباحنا غير ميسان انه نوصل هيدا الرسالة اللي لازم توصل للجميع يعني بطريقة بسيطة لبناء مجتمع سليم ننحافظ عليه بنهاية نحنا من لهذا المجتمع اكيد شكرا كتير لوجودك معنا يعني سالي وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم كان كتير متنوعة جولنا فيه بعدة امور ومواضيع نتمنى انه نكون حققنا الفائدة للكم مشاهدينا نتمنى للكم نهاري يحمل كل الخير يا رب والصحة والسلامة وان شاء الله صيام مقبول لكل الصائمين شكرا لك ميسان اكيد صيام مقبول لجميع الصائمين وان شاء الله يا رب استفدتم من المعلومات اللي قدمنا لكم بقية نهار خفيفة الضل وان شاء الله هيك يا رب بليالي المباركة اللي نحنا عام نعيشها وخاصة ليلة القدر هيك دعائنا يكون مستجاب اميلين انه يعمل الامن والامان والسلام والانفراجات كالسوريا باي باي موسيقى 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 موسيقى